موسيقى 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 ياسار يدافع على قيام المساوات والعادلة الاجتماعية والتضامن والتقدم الاجتماعي قضية المساوات بين الجنسي في صرب المسروع الياسار الفكرة المساوات هي في صميم يعني النضال كل أحزاب الياسار على مدى التاريخ فلهذا كان ضروري أن أتحدث عن هذه النقطة والحال أنه مع الأسف داخل أحزابنا في الياسار لا نعطي دائما أهمية لهذه القضية نضعوها ربما في الأزندات دينا وكيف نستطيع تفعيل مثلا تواجد قيادات نسائية داخل أحزاب الياسار تبقى ضعيفة على المستوى المحلي تبقى ضعيفة على مستوى البرلانان تبقى ضعيفة ومهمشة في بعض الأحيان في الجماعات المحلية كل هذه الظاهرة أساسية ثم هناك خطر تراجع عن التراكمات التي حقناها التراكمات الإيجابية تحقناها منذ انطلاق خطة الوطنية منذ مجمرة تنمية في 1990 لأنه الآن مع الأسف مثلا نسبة المشاركة للنساء في الحياة الاقتصادية تراجعت بشكل مهول من 28% في 2014 إلى 19% إلى 20% الآن وهذا حقيقة محزين ومخزي لأن هذه طاقات لا تستغلها لا يستغلها الاقتصاد بمعنى أن طاقات يمكن أن تنتج ولا يمكن أن نعتبر ديمقراطية حقيقية ونصف المجتمع مشلول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة